اهلا بحضرتكم من جديد حسام حسن مدرب لمنتخب مصري يمكن دولة الكام كلمة اللي كانوا عاملين ضجة واسع بين جماهير الكرة المصرية في كل مكان الايام اللي فاتت الكل بقى ابتدى يقول رأيه يسأل كده الاسئلة اللي هي تبدو اصلا اسئلة متخصصين وكل الناس كانت بتتكلم في الموضوع اعلاميين لاعبين سابقين اي حد في الشرع كان بيتكلم على مسألة حسام حسن اللي خلاص تولى ادارة المنتخب الوطني وجهازه المعاون طيب احنا قلنا نعمل حاجة مختلفة ونشوف الذكاء الاصطناعي رأيه ايه في الموضوع ده بما ان دي بقت لغة العصر ونسأله شوية الاسئلة اللي بتدور في دماغنا كلنا عن المنتخب ويعني المصير المنتخب في اللي جاي فخلينا نشوف مع حضراتكم ايه فرص نجاح كابتن حسام حسن مع المنتخب ونبتدي كده بالاسئلة اللي جات في دماغنا كلنا ونشوف ازاي ممكن المنتخب يحقق نجاحات في ظل هذه الاوضاع وبعد ما كانت كل الناس علانة من الاداء والضغوط الكبيرة اللي موجودة على المنتخب بعد الحصر خلينا نشوف مع حضراتكم ده من خلال اجابات تشارجي بي تي واستخدامنا ليه الذكاء الاصطناعي نبتدي نعرض مع حضراتكم كده الاسئلة اللي سألناها واجابات تشارجي بي تي على ده اول حاجة سألناها هي نسبة نجاح حسام حسن مع منتخب مصر وجات الاجابة انه من الصعب تحديد نسبة نجاح محددة لحسام حسن مع المنتخب من غير ما نعرف الظروف ونتاج الفعلية لما صرته كمدرب فنسبة النجاح دي بتتأثر بعدة عوامل الاهداف مثلا اللي هو حطيتها البطولات اللي شارك فيها المنافسة الظروف الفردية والفنية للفريق في كل حالة من الحالات دي فبعد ما تم تقييم كابتن حسام حسن بناء على هده العوامل زي تأهل المنتخب لبطولات كبيرة زي كاس العالم او امم افريقيا واداء المنتخب فيها هذه البطولات بالاضافة لقدرة الفريق من انه يحقق الفوز في المباريات الدولية والحقيقة انه لو توفرت الشروط المناسبة وتم تقييم القدرات والمهارات لكابتن حسام حسن اللي هيقدمها لمنتخب مصر بشكل مستقل وموضوعي وقبل اتخاذ القرار بتعيينه كمدرب فني للفريق الوطن خلينا نروح للسؤال الثاني اللي سألناه لتشاة جو بي تي هل حسام حسن المدرب المناسب لمنتخب مصر والاجابة كانت انه ده بيعتمد برضو على عدة عوامل خبرته في المستويات الدولية وفهموا لاحتياجات الفريق دلوقتي وقدرته على تحفيز اللعيبة وتوجيههم علشان يحققوا نجاح وزي يتعاملوا مع الضغوطات والمتغيرات اللي حصلت في بطولات كبيرة زي ما شفنا في أمم أفريقيا والتغيير الكبير اللي حصل في منتخبات كتير فاجئتنا بالنتيجة تاريخيا تشجي بي تي بيقول انه حسن حسن سجل نجاح كلاعب ومدرب في كرة القدم المصرية وقاد الفرق اللي تولى تدريبها للفوز بالعديد من البطولات المحلية التحول بقى من المستوى المحالي للمستوى الدولي ده لسه تحدي جديد بالنسباله هنشوف قدراته في الموضوع وطبعا اتحدث عن مسألة ايه بقى هنا نفتكر وجوده كمدرب مع منتخب الأردن وعمل طفرة مع منتخب الأردن خلينا ناخد السؤال اللي جاي وياريت ايه نكون بنسأل الأسئلة اللي معظم الناس كانت بتتكلم عنها ازاي ممكن يكون فيه خلاف ما بين كابتن حسن حسن وكابتن محمد صلاح وازاي ممكن يتجنبوا ده الحقيقة من السؤال ده الناس كلها بتسألوا والموضوع ده الناس كلها عملة تتكلم فيه وازاي ممكن ايه الموضوع ده يهدى علشان نشوف أداء ما بين الاتنين يليق بمنتخب مصر الإجابة كانت محمد صلاح هو لعب كرة القدم المصري البارز ونجم ليفر بول طبعا في الدورة الإنجليزية الممتاز وده من أبرز اللاعبين في العالم على كابتن حسن حسن وهو شخصية برزة طبعا في كرة القدم المصري كلاعب ومدرب لتجنب الخلافات دي يجب على كابتن حسن ومحمد صلاح إنهم يزوروا الاحترام المتبادل والتواصل المفتوح إجابتنا مزاجية قوي بتاعة الشات جي بي تي ويجب أن يكون هناك فهم الأدوار والمسئوليات في الفريق بما في ذلك دور المدرب ودور اللاعبين الأساسيين طبعا زي محمد صلاح يعني هالفكرة أنه الناس كلها تشتغل بروح وحب للمنتخب وأكيد احترام متبادل ده اللي بيحكم أي علاقات خلينا نروح للسؤال الثاني بعد الخلافات ما بين كابتن حسن ومحمد صلاح وده يمكن كان السؤال الأبرز يعني إزاي ممكن كابتن حسن يحقق نتائج هيلة مع المنتخب تحليل الفريق واحتياجاته أنه يكون عارف ده ده بقى يعني إيه حطلنا كده رشدة يعمل إيه علشان يحقق مع اللعيبة ومع المنتخب نجاح كبير مسألة التطوير للخطط التكتيكية المناسبة للفريق وقدراته وإزاي يكون فيه بيئة إيجابية وتحفيز لللعبين ومتهالي كابتن حسن يعني هيكون لي علامة فريقة في المسألة دي يعني إدارة الضغوط بشكل كبير مع اللعيبة وتوجيههم بالطريقة المناسبة التدريب طبعا والتحضير الجيد والتواصل مع الإدارة والجماهير وكمان الحق أنه لو كل ده حصل وأكيد أولها إدارة الضغوط ده هيبقى فارق في تولي كابتن حسام حسن للفريق وأعتقد أن وجود كابتن حسام حسن في المنتخب الوطني فرصة كبيرة في مسألة المدرب الوطني واللي هيحصل والنتائج اللي هتحصل أعتقد أنها هتدي فرصة أكبر لمسألة المدرب الوطني ودوره والاعتماد عليه بدل ما كل مورة بيبقى عندنا مدرب أجنبي يعني إذا ما كانتش الأغلبية مش مقتنعة بي لكن جزء كبير جدا من الناس والمسؤولين ما بيبقوش مقتنعين بي فإن شاء الله يعني كل التوفيق للمنتخب وإحنا عندنا أول مباراة والدي أعتقد أنها تتبقى في شهر ثلاثة اللي جاي في دبي فإن شاء الله نشوف مباراة قوية نشوف أداء مختلف للمنتخب الوطني يفرحونا ويرجعوا بيعني محققين بطولات على الأقل ترضي ناس بعد كل الحالة اللي هي ما كانتش أفضل حاجة بالنسبة للجميع خلينا نشوف كمان لو هنحط خطة ممكن تكون عاملة زي أخيرا حاولنا نسأل تشارجي بيتي عن أفضل تشكيل وتكتيك يلعب به كابتن حسام الحسن مع المنتخب قالك اللعبة بنظام 4-2-3-1 ده شكل دفاعي أو يعني توازن ما بين الهجوم والدفاع لكن هي فكرة التحكم في وسط الملعب وخط للهجوم أو 4-3-3 وده مناسب أكتر على أنه يهاجم أكتر والجناحين يكونوا برضو خط هجوم قوي مسألة التكتيكات الدفاعية القوية ودي الفكرة أنه لازم يعتمد عليها كابتن حسام حسن وأنه إزاي يكون دايما في مواجهة الفرق القوية أنه يدافع كمان بشكل قوي كل التوفيق للمنتخب الوطني مع كابتن حسام حسن في النهاية أعتقد على قد ما أنا فهمه تشات جي بيتي بيقول أنه نلعب بشكل دفاعي أو كابتن حسام حسن يلعب مع المنتخب بشكل دفاعي دفاعي